نتائج وترتيب الدور السوري بعد جولة اليوم وكلام كثير بهاي الجولة وكلام اكثر عن مباراة كلاسيكو سوريا بين المتصدر الوثبة والوصيف تشرين وكيف استقبل اتحاد الكرة الفاشل اقوى مباراة في الدور السوري بين الوثبة وتشرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ان شاء الله تكونوا بألف خير وصحة معكم على قناة على ويوتيوب بقناة هاي انزل المحتوى رياضي سوري اذا انت مهتم بهذا المحتوى لا تضغطوا لايك الفيديو وسبسكرايب القناة وخلونا نبلش بالفيديو شاهدت الشوط الاول كاملا لمباراة تشرين والوثبة وكتبت فورا على المنتدى قبل استكمال الشوط الثاني مباراة الوثبة والتشرين والله اعلم رح تنتهي صفارة الارضية ما عم تسمح للعبين لا يمرروا ولا يسددوا ولا يعرضوا ولا شي الكرة ما ترضى تمشي بالملعب بسبب الارضية السيئة الكرة طول المباراة عم تج 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 وما في لعب على الارض بتاتا يعني ما في اداء وهذا الشي يجبر لعبين الفريقين على الشوطات الطولية يلي افضل حارسين بسوريا الرحال والمدنية الها بالمرصاد لذلك رح تنتهي تعادل سلبي حسب رأيي وبالتوفيق للفريقين وحسب يالله ونعم الوكيل على الاتحاد الرياضي والاتحاد السوري على هيك رياضة وهيك ملاعب كنت واثق من هاي النتيجة وثوق مطبيعي ناهيك عن المناظر الغير حضارية والتي لا تمت لكرة القدم بأي تصرة مثل قلاب الرمل اللي زادت الرمل وراء المرمى والارض اللي ما تصلح حتى للرعي ودائرة السنتر اللي 19 طابات بدال الطابة لو مباراة حارات كان في تنظيم افضل ولا كأنه هاي مباراة لأقوى فريقين بسوريا هذا الموسم ولا كأنه انه هاي المباراة الرابح فيها يعني انه ضمن الدوري بشكل شبه رسمي لأ وفوق كل هاي المصايب حرموا الجمهور ايضا من حضور هاي المباراة راس ما للدوري السوري جمهوره الشي اللي محلي الدوري ويلي شاحن كل لعبين الدوري السوري هو الجمهور تبعه فاذا غاب الجمهور غاب الدور السوري كله صدقوني لو مو الجمهور اللي بدورينا اللي يصير دورينا بالحضيظ وما حدا يعرف لعبينه وما يحترفون اصلا وحتى المنتخب كان بالحضيظ لأنه كل لعبين المنتخب منشأهم من الدوري السوري يلي راس ما له جمهوره لكن حسبي الله ونعم الوكيل على هالاتحاد يلي ما عادي خلصنا من شره يقول المثل يا رايح كثر ملايح هذول لساتهم شهر وشوي ونازلين عقوبات وعم يكرهوا الجماهير فيهم وكأنه نحن أعدائهم وقت نقلهم صلحوا وعملوا وصححوا لا تسرقوا وطوروا ولكن نحن مو أعدائهم كأشخاص بل أعداء تصرفاتهم ونحن نهدف إلى تطوير الكرة السورية بانتقادنا فقط أما إذا بدنا نتكلم عن الأداء بهاي المباراة للأسف ما كان في أداء لا أتكلم عليه لا من الوثبة ولا من تشرين والحق مو على لا المدربين الكابتن عمار الشمالي وطارق جبان ولا على لاعبين الفريقين الحق على الاتحاد على هاي الملاعب كان في بعض الاجتهادات الشخصية من لعبين الفريقين ولكن كان الحارسين الرحل والمدنية بالمرصاد والمهارات الشخصية هي الطريقة الوحيدة التي تصلح على مثل هذه الملاعب أما التمريرات فلا يمكن أن تصلح على هذه الملاعب بتاتا واطلاقا ونهائيا وأبدا والآن لا يزال الوثبة متصدر وتشرين الوصيف بفارق نقطة وهذا يعني أنه لا يمكن الغلط أبدا من الفريقين لا تعادل ولا خسارة في كل المباريات المتبقية وأي تعثر لأحد الفريقين يعني أنه حسم الدور للفريق الثاني المنافس الروح للمباراة الثانية الأهلي والحرجلة 3-0 الأهلي يحيي آماله ويطمئن جماهيره من الهبوط ويتغلب على الحرجلة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء الأهلي الحلبي انتعش في الشوط الثاني والأهداف الثلاثة جميعها سجلت بالشوط الثاني ومثل ما قلت لكم الاتحاد الحلبي هذا الموسم مو مهم يقدم أداء أهم شيء يفوز بكذا مباراة وينجو من الهبوط وبالموسم القادم ينعش الفريق بلاعبين جدد ويقوم بميركاتو قدير وينافس إن شاء الله على الدوري ويعود النادي الأهلي قوي كما عهدناه مباراة عفرين وجبلة 3-0 هاي المباراة حطيتونها عنوان كثير مناسب هو غابة العالمة ففازت جبلة جبلة مثل ما تشوفون قدم أداء ونتيجة مثالية وخرجوا حتى بشباك نظيفة غابت جدا عن مباراة جبلة الماضية أما مباراة الجيش والشرطة 4-0 ديربي الشام الجيش مزق الشباك الشرطوية بأربعة أهداف نظيفة ما شاء الله فريق الجيش فريق كله شباب ولسه مستقبله أقوى من حاضره إن شاء الله مباراة حطين والكرامة 1-0 فقد اقتنص حطين الفوز على الكرامة بهدف نظيف ونادي الكرامة مو مقنع أبدا لا بلاعبينه ولا حتى بمدربه أيمن حكيم لا بالأداء ولا بالنتائج مباراة الفتوة والنواعير 2-1 فالفتوة كالعادة يقدم مستويات رائعة ونتائج قوية ومميزة وأكيد هذا التطور بنادي الفتوة يعود لرئيس النادي الكابتن مدلول أبقصي الذي صرف الكثير والكثير من الأموال من أجل تطوير الآزوري وقد نجح بهذا ولله الحمد وها هو يقطف ثمار تعبه ويحصد ما جناه ومثل ما قام تشوفون ترتيب الدور السوري بعد هاي الجولة وهذا كان فيديو اليوم أتمنى تكونوا انبسطتوا أشوفكم عن قريب السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة